رضية الشيخ وفقكم الله يقول هل لابد أن تستر المرأة باطن قدمها عند السجود في الصلاة هل لابد أن تستر المرأة باطن قدمها عند سجودها في الصلاة لكل الصلاة تستر نفسها المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارب إن كان عندها رجال غير محارب تستر وجهها أيضا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة